موسيقى من أول عمليات الجمعة لحد عمليات البيع ويمكن عمليات التداول كمان لحد كمان ست البيت إزاي كمان بتحصل عمليات الإنضاج المبكر لموضوع الموز ما هي القيمة الغذائية والاقتصادية لمحصول الموز كل ده حيكون معاكم في هذه الفقرة مع ضفتي العزيزة الدكتورة زينب زاكي باحث بمركز بحوث البزاتين أهلا بحليك فاند أهلا بحضرت دكتورة زينب من الشباب اللي زي الورد ما شاء الله يمكن استضافناهم أكتر من مرة وبناخد منهم معلومات كتير جدا ويمكن معلومات اللي أنا شخصا استفدت بيها من حضرتك إن الموز من الفواكه منتجة الإثلين وبالتالي هو بيحصل له عمليات نطج يعني ببساطة كده في البيت ست البيت بتشتريه أخضر بتقعده شوية بتلاقيه صفر وبالتالي هو فاكهة سريعة التلف فأكيد في مجموعة من الإجراءات اللي لازم نقوم بها عشان نقلل من الفاقل عشان ما نبقاش إحنا تعيبنا في الزراعة وفي الآخر بيحصل عندنا فاقت في هذا المحصول هنبتلي ما حضرتك بالقيمة الغذائية والاقتصادية لمحصول الموز بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن محصول الموز محصول متداول بالنسبة لكافة المستهلكين صمرة سهلة التأشير خالية من البوزوفة بالتالي استهلاكها سهلة باستخدمها في العديد من يعني باستهلة بالعديد من الطرق سواء كانت سامرة فرش أو باستخدمها موز باللبن أو بعمل منها الفروت صلت قيمة الغذائية عالية بالديني قدر كبير جدا من الصعرات الحرارية بحيث إن كل ميت جرام من الموز بتديني تسعين صعرات حرارية وبالتالي فهو مهم جدا للرياضيين إنه بيكسبهم طاقة عشان يقدروا على المجهود الكبير اللي هم بيبذلوه مهم جدا للأطفال ومهم جدا لكافة فئة الشعب إنه بيحتوي على عنصر البوتاسيوم عنصر البوتاسيوم مهم جدا للقلب وضربات القلب ولسيولة الدم في الجس كمان بيحتوي على العديد من العناصر زي السوديوم ماغنيسيوم البوتاسيوم الحديث بالتالي هو مهم جدا برضو لعملية فقر الدم والأنيميا برضو هو محصول مهم جدا للعزام إنه هو في نسبة عالية برضو من الكالسيوم مهم جدا للحوامل التقلصات اللي بتحصل فهو حلو جدا للقولون فيه طبعا بيحتوي على السكريات الدايبة لإنه هو من المحصيل اللي بتحتوي على مركبات سهلة الامتصاص في الجسم زي السكريات البسيطة وبالتالي هو سريع أو سهل الهضم في الجسم بيحتوي برضو على مجموعة من البكتين الزائب في الجسم ودي نوع من أنواع الألياف مهمة جدا للقولون وبالتالي بتجنبني حدوث مشاكل في الهضم ومشاكل فيه عمليات الإخراج سواء كان فيه إنسان عنده يمساك ولا حاجة فالموز من المحص المهمة في الموضوع ده جميل يعني دي كانت القيمة الغذائية للموضوع الموز إحنا بقى عايزين نخش في الموضوع بتاعنا اللي يمكن بيحيهم كتير جدا من القطاع الزراع اللي بتفرج علينا النهاردة هو موضوع تقليل رفاقت فيه أثناء تداول الموز من أول عمليات الجمع لحد ست البيت فنبتدي كده مع بعض ونستأذن زبلاءنا في الكنترول حيعرضونا دلوقتي الفيديو دكتورة زينة بنهاردة هتكلمنا عن طريقة جديدة فيه موضوع يعني جمع محصول الموز وهي طريقة الكابلات فهنستأذن زبلاءنا في الكنترول شغلونا الفيديو عشان دكتورة زينة بتبتدي تعلق عليه تمام إحنا طبعا نتكلم على محصول الموز فإحنا نتكلم على واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية بيجي ترتيبه الرابع في مصر من حيث الأهمية الاقتصادية بعد الموالح والعنب والمنجة المساحة المنزرعة منه في مصر حوالي 75 ألف فدان المنتجة منها أو الكمية المنتجة منها حوالي المسمرة منها حوالي 66 ألف فدان بتديني معدل انتجية حوالي مليون ومتين ومتين وثمانين ألف فتن بالتالي فإحنا قوتنا في الموز كبيرة جدا وبالتالي لازم أعمل على المحافظة على المحصول ده من بداية الجامعة وحتى الوصول ليد المستهلك العاجي من ضمن الطرق المستخدمة في جامعة الموز طريقة الكابلات المعلقة الكابلات دي عبارة عن حاجة كده زي تأخير قدامنا الفيديو هو على الشاشة هو هنا بيحدد مرحلة اكتمال النمو بتاعة الصمرة لأن من علامات أهم علامات اكتمال النمو في سمار الموز هي اكتمال استدارة الصباع بتاعي هنا هو نزل الصباطة ويبتد يحط فيها حاجة كده اسمها مخدات أو سادات عشان يقلل الاحتكاكات بتاعة الصباطات وبعضها لأن طبعا الاحتكاكات دي هتتعمل لأضرار ميكانيكية يعني الوسائق دي بين الكفوف بين الكفوف نفسها هنا عملية القطعة تمت ونزل على كده العامل هو حاطت على كده مخدات طبعا برضو عشان يقلل من الأضرار الميكانيكية هو دلوقتي رايح على السلسلة اللي نزلة من الكابل المعلق عشان يعمل قاطرة من الصباطات ويقلل من التلف اللي ممكن ينتج عن عمليات النقل هل هي ما شايفين هو العامل بتاعنا حاطت المخد على كده وحاطت عليها الصباطة على الصباطة فنزلت هنا يبتدي يعمل قاطرة من الصباطات المعلقة بالمنظر ده ده منظر الكابل المعلق الكابل ده متصل من المزرعة وحتى محطة تعبئة بيتم عملية الجر باستخدام أحد الحيوانات في المزرعة أو باستخدام جرار زراعي صغير قاطرة هيبتدي دلوقتي يسحب السلسلة كلها لحد محطة التعبئة جوه عشان يبتدي بعد كده عمليات التداول بيبتدي يشيل المخدات اللي هو حاطتها بين الصباطات وبعضها عشان يقلل عملية الاحتكاك اللي كان ممكن تحصل هنا بيوزن وهنا الستيكر دا اللي بيحطه هو بيقول أنا جاي بالصباطات دي من المكان الفلاني بيحط عليه كل حاجة يبتدي عملية الرش والتخلص من الأتربة العليقة أو بقايا بالمية بالمية وفيه كمان عملية انتقاء القرون برضو كان بيشيلها اللي هي دي بقايا زهرية على رأس الأصابع نفسها بيبتدي يتخلص منها هنا بتبتدي عملية التكفيف إن أنا بقطع كفوف وبتنزل تتقطص في المية للتخلص من السائل اللبن اللي ممكن بيكون نازل من الكفوف بعد القطع بيتخلص من الإكياس اللي هو كان مغلف بيها هنا بيبتدي بيقسم الكفوف لأجزاء صغيرة بحيث إن كل كف يحتوي على من خمس لأسابع أصابع من الموز هي بتطلع من حوض الغسيل على حوض التعقيم لأن هي بتبقى جاية من المزرعة ممكن تكون عليها حامل مايكروبي فبالتالي من إحنا نفسها يعني فمن كنا حاليك إن السائل دا يعني مثلا في حاجة مطهر فطري حاجة زي كده بالزبط هم ينقلها على أحواط فيها مطهرات فطرية بيبتدي يحط هنا الستيكر اللي عليه اسم الشركة المنتجة دا شكل بيوضح الأكياس اللي أنا بغلف بيها السباطات داخل المزرعة ودي برضو عملية يعني أت معايرة اللي بيئيس بالزبط بيشوف الكتر بتاع السباطات بها قد إيه بالزبط وهنا برضو يعني هم بينتقوا السباطات اللي هيقوموا فيها بعملية القطع سلاح القطع طبعا عندي لازم يكون مسنون عشان عملية القطع تم من خطوة واحدة بالزبط دي تعتبر من أهم الطرق اللي هي بتقللي كتير جدا من الفاقد الناتج عن عملية الجامع والنقل بعد كده بيحصل عندي إصابات كتير قوي أثناء عملية النقل في السمار فهنا بالطريقة دي أنا على طول بياخد من مكان الإنتاج لمحطة التعبئة مباشرة فبالتالي أنا بقلل الأضرار اللي ممكن تحصل لي بسبب طيب خلينا ننتقل مع حديك لموضوع تاني يعني موضوع بقى إن إحنا بقى عندنا كفوف الموز واتغزلت واخدت تيكت بتاعها عايزين نقلل الفاقد أثناء عمليات الجامع من محطات التجميع لأسواق الجملة تمام وهل الموز ده يعني كامل النوطج دلوقتي جاهز للإستخدام ولا لسه؟ لأن إحنا عندنا حديك عارفة في مصر يعني عمليات الإنضاج بتحصل في السوق صحيح؟ يعني ما بتطلعش يهم من المزرع جاهز للأكل على طول لا ما ينفعش كويس في البداية طبعا عشان نبتدي نقلل الفاقد من أول عملية الجامع إحنا لو شفنا في الفيديو اللي فات إنه هو كان مغلف الصباطات بكياس كويس الكياس دي عشان تقللي الاحتكاك بتاع أوراق الموز نفسها لأن لو شفت ورقة الموز هتلاقيها كبيرة جدا وعريضة ارتطامها بالسمار هيسبب لي حدوث جروح وشقوق ودي هتطلع معايا نسبة عالية جدا من الفاقد خاصة إن أنا بتكلم على محصول منتج للإسلين يعني أي جرح أو خدش في الصمرة هيتسبب في إنتاج كمية كبيرة جدا من الإسلين فهيسرع من النوطج وده هيتلف مني بسرعة وبالتالي عبل ما يوصل للمستهلك هيكون طبعا تم إنداجه بشكل خاطئ وصيب بالعديد من الأمراض الفطرية وفأصبح مرفوض تسوقيا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى التصدير طيب خلينا ننتقل بقى دلوقتي يعني الموز بتاعنا تلع من محطة التجميع ورايح لعمليات الإنضاج الفاقد في عملية النقل ممكن نتلفاز زي يعني إيه الإجراءات المنفروض نعملها وإحنا بننقل الموز بمحطة التجميع لمحطات الإنضاج بقى يعني هل في مجموعة من المعاملات حديك توصي بيها أثناء عملية النقل هنوصي طبعا في النقل طبيعي لو أنا يعني هي معظم محطات مصممة بطريقة الكابلات دي اللي هي المزارع اللي هتصدر لو يعني عشان هي مصممة بالطريقة دي فبالتالي يعني حتة النقل دي هتناعنا تلاشا ده بتطلع من عنده على التصدير من عنده على المحطة مبشرة لكن لو أنا انتاج محل وحنقل مستخدام عربيات أيوة فمهمة قوي أن أنا ما ينفعش أحط الصباطات على بعضها الاحتكاكات دي هتعللي من نسبة الفاقد لازم يكون بين كل صباطة والتانية وسارات مريحة على أساس أن الأصابع تنزل عليها بهدوء لو مستخدم الطريقة دي عملية الجر نفسها بتكون بصورة هادية بركب زي صمولة كده بين كل كبل والتاني في السلاسل المعلقة بحيث أنه وأنا عملية الجر ما تتجرش كل ما تتربسوش على بعضهم فبالتالي يعمل لي تكسير في الأصابع ويعليلي من نسبة الفاقد مهمة قوي برضو لو أنا هنقل بسيارات نقل أن العجل نفسه بتاع السيارة يكون مخفض فيه الضغط الهوى شوية بحيث أن الطريق لو غير ممهد وفيه مدقات العملية دي مع كل مطاب هيبتدي يحصل خبط ورزع في دكتورة زينة بتتكلم في موضوع مهم جدا يمكن ارتفاع ضغط الإطارات في السيارات وفي سيارات النقل بيخل العربية نشفة لكن لما بنخفف الضغط شوية بنخلي الكويتش يمتص يمكن 10% أو 20% من الصدمة بالتالي نقلل خبط الرزع لا يحصل على السمار نفسها جميل طيب احنا برضو في إطار موضوع الإنضاج وتخفيف الفاقد عايزين النهاردة برضو ندي نصايح لتاجر الجملة ازاي ينظم عمليات الإنضاج بحيث ان انا ملاقيش عندي منتج في السوق مال الدنيا وبعد كده بيسود محدش اشتراه او السوق مش مؤهل استقبال هذه الكميات ازاي حضرتك تنصحي تاجر الجملة او التاجر اللي حيقوم بعمليات الإنضاج بتنظيم المحصول بتاعه بحيث ان انا اطلع دفعات تناسب الاستهلاك المحلي السوق ما يشرقش ولا يغرق من المحصول تمام عشان الاول ننصح التاجر لازم يعرف هو بيعمل إنضاج صناعي ليه وكمان ايه هو الانضاج الصناعي لازم نعرف الاول ايه هو الانضاج الصناعي هو ان انا بعمل عملية تنشيط للانزيمات المسؤولة داخل الانزيمات الحيوية والفسيولوجية جوه السمرة المسؤولة عن عمليات النطج والجودة في السمرة نفسها الانزيمات دي عدة انزيمات في منها انزيمات مسؤولة عن درجة صلابة السمرة وانزيمات مسؤولة عن درجة حلاوة السمرة وانزيمات مسؤولة عن درجة اللون في السمرة المسؤول عن درجة اللون اللي هي انزيم الكولوروفيل ليز اللي هيحول أو هيكسر الكولوروفيل الأخضر ويدين اللون الأصفر المميز في الموز الانزيمات المسؤول عن درجة الحلاوة اللي هي انزيم نسترشفوسفور ليز أو الأميليز اللي هيحول للمادة النشوية اللي داخل الصمرة لحولها للسكر والمسؤول عن درجة صلابة الصمرة انزيم البروتوبيكتينيز اللي هيكسر للبروتوبيكتين الغير زائب ويحوله للبيكتين زائب وبالتالي يدين التراوة والليون اللي احنا بنلاقيها في الصمرة صحيح يبقى احنا كده عارفنا احنا ايه هو الانداج الصناعي بعمله ليه على اساس اول حاجة التسوير المبكر للمحصول بتاعي يعني نفهم كده الانداج المبكر رقم واحد بكسر الكروفير الأخضر على الاشرة حولها اللون الأصفر رقم اتنين بحول النشا لسكر وبالتالي كده ممكن تبقى الموزة مسكرة لك النشفة انا عايزها كمان طرية يبقى اذا فيه انزيمات من الدرجة الثالثة بتحول الصلابة الى ليونة جميل طب احنا دايما بنتكلم وزي ما انا عرفت من حضرتك يمكن في حلقات سابقة واستفدت بالمعلومة دي ان الاساسلين مسؤول عن موضوع تحويل النشا لسكر في حديث النهار ده بتتكلم عن انزيمين من همش علاقة بالاساسلين هالاسلين هو اللي بيشغلهم ولا هم ما بيشتغلوش الى بوجود الاساسلين ولا ايه الموضوع بالذات لا الاساسلين هو هرمون النطج الطبيعي داخل الصمرة داخل الصمرة لكن الصناعي بيبقى حاجة تانية مش مش حاجة تانية هو طبيعي عشان اي صمرة في الدنيا سواء كانت منتجة او غير منتجة للاساسلين هي موجود فيها الهرمون الاساسلين ده طبيعي عشان توصل للنطج كويس في السمار اللي بتؤقل على ما تكتف عليه زي ما قلنا قبل كده في الموالح والعنب والخوخ وبعض السمار الاخرى هو خلاص بينتج فيها طبيعي فبتستكمل نطجها قبل الاطف لو تم اطفها الهرمون ده هيتوقف عمله يعني لو اخدنا شوية عنب مقطوفين بدري حسرم او ميزز زي ما بيقولوا كده ده هيفضل زي ما هو مش حابقى مسكر ابدا بالزبط مش هيتحول غير الموز والمنجة والتحاجات دي نجي بقى للسمار التانية اللي هي بيتم عليها انداج هو اكبر مثال عارفينه هو الموز وطبعا في المنجة وفي الكاكي وفي البلح وبعد السمار التانية لكن احنا عارفين كلنا ان الموز بيقطف اخضر السمار ده هرمون الاسلين شغال فيها قبل القطف وبعد القطف كمان جميل الطبيعي فيها ان الهرمون ده زي ما هو شغال لكن ما بيتم مش نضج السمرة داخل المزرع لو تركتها تندق داخل المزرع هيبقى في عندي صفات السمار هتبقى رديقة جدا لان الهرمون مش هيشتغل بالشكل الملائم لكل السباطات بنفس الدرجة وبنفس الكيفية هلأ السبعة استوى والسبعة تانية لا نحن نعمل تجانس بقى بالزبط فهيبقى المنتج هيترفت تسوقيا لان مش هيبقى مستساق بالنسبة للمستهل طيب نصائح بقى اللي حيقوم بعملات الانضاج اللي حيقوم بعملات الانضاج اول حاجة ان هو يستخدم الطريقة المصلة في الانضاج ويمكن من اهمها واشهارها اللي هي استخدام غاز الاسلين لكن لازم يكون عارف ان غرفة الانضاج بيبقى ليها شروط والطريقة نفسها اللي هو هيجري بيها برضو بيبقى ليها معدلات محددة من جرعات الغاز بتاعتي على اساس ان انا قنتك سمار ذات جودة عالية عشان اقدر اسوقها بشكل ملائم وبالتالي احصل على ربح مناسب وما يتمش بقى مش بس فقد في الكمية ده هيبقى في فقد كمان في الفلوس اللي انا صرفتها دي كلها انا عايز زي يعني اللي بيفكر في اي مشروع في الدنيا عايز يلم الفلوس اللي حطها في المشروع وكمان يكسب وانه وعمل مشروع ليه تمام فمهمة قوي انه هو يبقى عنده بدل وحدة انضاج واحدة اكتر من وحدة لان عملية الانضاج بتاخد عدد من الايام عشان يطلع الانضاج بشكل سليم لو هو استعجل وعنده غرفة انضاج واحدة هتطلع السمار طبعا فيها شروط مش حلوة او مواصفات مش جيدة بالنسبة للمستهلك هتطلف بسرعة الجرعات الزايدة هتتسبب في فرط للاصابع من الكفوف وبالتالي طبعا هيخسر فلوس برضو يعني فكرة ان انا ازود في الايسلين داية فعلا بلاقي الارن بتاع السمرة نفسها بتاع الموزة سواد وقامت السمرة واقعة بالزبط طيب يعني نفهم من كده ان الايسلين الزايد او الضغط على السمرة عشان استعجلها دا موضوع حيقدي باقي للفاقت كبير هي بالزبط لو قربنا الفكرة شوية يعني لو فيه شخص راح لدكتور وكتاب له علاج ليه في علاج باخده 3 مرات في اليوم يعني كل 8 ساعات وفي علاج باخده مرتين في اليوم كل 12 ساعة بحيث ان مدة الشفاء تتم مثلا في اسبوع طب فردا الفرد دا جي قال عايز يخف بسرعة فلم العلاج كله واخده في يوم واحد 24 ساعة طبيعي هيظهر عليه بعض الاعراض هيحصل عنده دوخة غسيان ممكن يغمى عليه نفس الشيء هيحصل للاصابع دي هيحصل فيها برضو نفس الدوار ان انا هلاقي الاصابع من منطقة الاتصال بتاعت الصباطة نفسها بتاعت الكاف هلاقي ابتدت تبقى ضعيفة منطقة الاتصال بها ضعيفة ده هو ده الدوار اللي هيحصل للاصابع يغمى عليه على الفرد يعني هيغمى على الصباط هيسقط مني بسرعة وده طبعا في حد ذاته فقد ده غير الاثار الجانبية بقى لا تحصل بالنسبة للانسان هيبتد يحصل بقى تأثر على الكيلة وبعد المشاكل الصحية الاخرى بالنسبة للاصابع هيبقى فيه تركيز عالي قوي لعملية الانضاق تمت بسرعة حصل ليونة مفرط فيها اكتر من اللازم وبالتالي طبعا هيبقى غير مستساق تسوقيا انا عمري ما هشتري يموز اسود وناضج بشكل يعني مبالغ فيه طبيعي لازم يبقى ليه طب انا عايز اركز برضو محرك في موضوع مهم جدا اهمية عملية التهوية اثناء الانضاج لان فيه ناس انا عايز ادي السوق بتاع عندي طلبية فافضل فتح الاسلين يلا 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 صفر اتطلعه وخلصني منه فكرة اهمية التهوية اثناء عملية الاسلين هل انا بدل الاسلين ده كارنت مستمر يعني طيار مستمر من الاسلين طول الوقت ولا يفترض ان انا اهوي وارجع قدي تاني اسلين وهوي وارجع قدي تاني اسلين بالزبط هو لازم التهوية ما ينفعش طبعا ان انا يعني اخد بال حضرتك انا باستخدم غاز انا ما ينفعش افتح غاز في غرفة مغلقة لفترة طويلة ما ينفعش احنا بنيجي غرف الانضاج دي بتبقى زي غرف التبريد العادية بتبقى غرف مزدوجة لازم يكون فيها شفطات وفيها مراوح للتقليب الهوى عشان التنفس بتاع السامرة نفسها بحسب الجرعات بناء على الكمية اللي انا هحطها واسيب مساحة للتهوية فمهمة قوي قوي ان انا اهوي الغرفة لان ده كغاز لو انا فضلت فتحه بشكل مستمر ومكان مغلق فيش تهوية ممكن يقدر الانفجار وتحصل كوارث من خلاله فلأ انا فيه جرعات محددة بحطها وبعد كده لازم عملية التهوية واسيب الموزيوم او اتنين بحيث انه يستكمل عملية الانضاج بتاعته بهدوء وبالراحة وياخد التلوين والتراوة ونسبة السكر بتاعته بشكل مناسب يعني اذا نصيق حضرتك النهاردة للناس اللي هتقوم بالانضاج او للتاجر انك بدلا ما يكون عندك وحدة واحدة لتسوية الموزيوم بحيث ان انت يبقى عندك جدول زمني تقدر من خلاله تزبط نفسك انه اللي حيستويه النهاردة وانه اللي حيستويه بكرة وانه اللي حيستويه بعد بكرة عشان ابتلي اطلع جرعات تناسب الاحتياج وفي نفس الوقت ما اضغطش على السمار بتاعته وديها جرعات زادة من الاسرين وبالتالي تستوي مني بسرعة وتنزل السوق محل البوز لا يبقى انا يبقى عندي اكتر من وحدة واهم بعملات التهوية عشان اخد انضاج اقدر اغزي السوق بتاعي وفي نفس الوقت انتج او انضج بالدرجة المطلوبة والسمار بتاعته تبقى زادة جودة عالية لان اهم حاجة في الانضاج اللي هو يعني انا بدرس او بنظم عملية العرض والطلب في السوق فميزة فين من تقليل الفاقد بتاعه ان انا بمد السوق باحتياجات وما بيتمش انضاج الكمية كلها اللي انا قطفها من المزرعة وانزلها السوق مرة واحدة وبالتالي يطلف مني كمية كبيرة لا انا بعمل عملية انضاج للكمية اللي انا هغزي بها السوق الغرفتين التانين يبقى عندي للاحتياطي ان انا خلاص غزيت السوق بالكمية اللي عندي وبعد كده السوق محتاج تاني عندي بقى جاهز عملتله انضاج وبتدي اعمل بالتبادل بقى الغرف مع بعضها طيب ننتقل بقى المرحلة التالتة في رحلة الموز من الجامع لحد البيت ونقول النهارده نصائح لست البيت النهارده ازاي تقلل في الفاقد من الموز يعني حرام ان احنا كمان يعني ظروفنا اخصادات اللي مبقيتش ممتازة فهنقول ان احنا مش حرام ان احنا نشتري موز ونرمي منه سبعين تلاتة نصائح حضرتك لست البيت النهارده ازاي تنظم الموضوع ده بحيث ان احنا نقلل الفاقد في الاستهلاك كمان وبشكل عام طبعا مش بس في الموز يعني طبيعي اي ست في البيت لازم تجيب احتياجاتها على قد ما هي عوزة يعني ما ينفعش فكرة ان انا اجيب كميات واخليها عندي في البيت وتطلف مني كميات بسرعة طبعا انا كده اخد مناصب الفرد الاخر يعني لو ادينا مثال صغير ان مثلا المعروض ميت كيلو في اي سلعة في الدنيا مش بس الموز وانا جيت كفرد واحد رحت اشتريت اشرين كيلو وغيري راح اشتريت ثلاثين هبصة لقي بعض الافراد التانين مش لقيين خالص فطبيعي انا اخد احتياجاتي على قد اللي انا محتاجه واشوف اصريتي بتستهلك قد ايه واجيب احتياجاتي على قد ما انا عاوز ومحتاج بالنسبة للموز الاستمار نفسها انت اي جبتيها مثلا زي ما قلنا على قد الاحتياج لو جبتها خضرة شوية عادي هنسيبها في البيت هتندق طبيعي لان متوفر طبعا الهواء لان لو شفنا بشكل كيميائي ان غاز الاسلين عبارة عن كربون وهيدروجين فطبيعي كربون وهيدروجين موجودين في الجو بشكل عامي يعني سواء بقى انا عملت تدفئة للسمار بلفتها في جرايد او سبتها في الجو العادي هي هتندق تلقا يعني اذا ست البيت تشتري على قد اللي هي عايزها بالزبط طب سؤال مهم جدا برضو جالي دوتي من زبنا انا في الكنترول بيسأله حدودك النهاردة انا لو حابة بخزن موز في البيت طبعا انا ماينفعش اسيبه ابدا برا واكيد حال جاء لفكرة التبريد او فكرة الفريزنج او فكرة التجميد ازاي اقدر احفظ الموز في البيت لفتلات طويلة هو بتحطه في التلاجة العادية عاجي خالص ده بالنسبة للبيت انما لو التاجر ماينفعش يخزن على درجات حرارة منخفضة على اساس درجة الحرارة منخفضة بالنسبة للموز هتطفي درجة اللمعان او اللون البراك الاصفر الواضح على الموز فهيبقى اللون مطفي هيبقى تسويقيا غير مقبول خصوصا مسلا تأشر القرون وتاخد صمرة الموز من جوه بعد ما تتخلص من قشرة ماشي لها في الفريزر وبعلي كدش يتغل منها عصير ولا ده برضو حيقدي ماشي هي لو اشاريته وشاليته في الفريزر هيستخدم بعد كده ممكن اعمل منه ايس كريم او ممكن بيستخدم في العصير موز باللبن او بقطعه مثلا في الفروت صلت لانا انا شخصيا جربت حط الموز ده في الفريزر ليته سود فهل يفترض المفروض ان انا اقشره الاول صح بيتأشر اي اتأشر الاول اذا طريقة الحفز يتأشر الموز ويتحط في اكياس وبعد كده يتشال في الفريزر ده بالنسبة للناس اللي هي عايزة تخزينه الفترات اطول طيب نصيح الحديقة النهاردة ليه البيع بتاع الموز بيع الموز النهاردة ساعات هو الواحده بيعمل فاقد بنروح نشوف الراجل عمال يقطع في قرونه وتلاقي عنده قرون مفرطة كتير كده ازاي نتجنب ده هو طبيعي برضو التاجر او البيع بتاع التجزئة برضو يبقى دارس السوق بتاعه وعارف هو تقريبا بالمعدل كده هو بيبيع قد ايه عشان ما يجيبش برضو كميات كبيرة وتطلف من عنده بسرعة احنا يمكن برضو في الفيديو اللي اتعرض ده مهم في الموز ان بعد القطع بيتعامل بمضادات اكسادة مضادات الاكسادة دي عشان المنطقة البيضة بتاع القطع دي يعني ما يحصلاش براونج او يبقى لونها بني البيع اللي هو العادي ما بيستخدمش طبعا الحاجات دي فممكن المنطقة دي يحصل عليها زغب وفطريات وتصاب بالأعفان وبالتالي ممكن تنتقل الحاجات دي للأصابع نفسها يعني اذا نصيحت حضرتك النهاردة ان القطع ياريت البيع يبيع كف على بعضه بالزبط واذا اضطر ان هو يقطع الكف نفسه يمركز او ان هو ما يجرحش ولا صمرة ما يجرحش قرن ولا صمرة بالزبط ولا العنق بتاع الصمرة يعني يجرح الجزء اللي فوق ده اللي هو اللي ماسك القروب والله فعلا صح كده؟ طيب في سؤال برضو جلنا من الكنترول احيانا ان هما بيجي بيشتروا الموز بيلقوا طعمه نشا او بيلقوا كده مش مسكر فده برضو بيكون سببه ايه وعلاجه ايه ما هو ما تمش انداجه ما هو نشاويه يبقى الانزيم بتاع المسؤول عن تحويل النشا للسكر ما اشتغلش يبقى مازال عايز يقعد فترة شوية قبل الاستهلاك يعني ممكن ندفين نلفه في جرايك ممكن ندفين ده الانداج الاسرع تمام ممكن او نسيبه في حاله كده او نسيبه هو ينضل المهم جدا في عمليات الانداج توفر الحرارة والرطوبة كمان يعني يمكن في غرف الانداج مهمة او ان يستخدمه مع الغاز اللي هيدخل للسمار يستخدمه رزازات من المية او يرش الارض مية والحوائط كمان عشان اتجنب فقد الرطوبة من السمرة نفسها اه يعني ده مهم كمان بالزبط فممكن يحصل لي فقد في الوزن في السمرة فانا لما بعمل توفير للرطوبة نفسها مع درجة الحرارة بتبقى عملية الانداج ماشية بشكل سليم وصحي جدا وبتبقى للسمار ذات جودة عالية يعني اذا كمان نصيحة للناس اللي هتقوم بالانداج مش بس غاز الاسرين اللي انتو تشتغلوا به في الانداج لا كمان لازم تكون الارض مبلولة عندنا او تكون الحوائط مبلولة بحيث ان احنا نوفر جوه من اجواء الرطوبة للسمار بتاعتنا عشان ما تفقدش وزنها طيب فيه برضو موضوع مهم جدا احيانا بنلاقي فيه عيوب في السمرة بتمنع تسويقها يعني احيانا بنلاقي قرون الموز لزقف بعضها وده يمكن في سمار كتير جدا يعني احنا عايزين نفهم برضو انا نعرف انه مش موضوعك لكن برضو اكيد ده عندك معلومة عندها ماشي دي حاجة اسمها السمار المجاوز لان طبيعي ان السمار لما بتيجي يحصل لها الانقسامات عشان تديني كل سمرة منفردة عن بعضها فما بيتمش الانقسام ده بشكل تام يعني بيبتدي تظهر عندي السمار المجاوز او السمار الملتسكة بعضها وده يمكن ظاهرة بنشوفها في الموز في الخوخ في الفراولة احيانا في المشمش وفي الخوخ برضو زي ما قلنا كده يعني اذا المشكلة في الانقسام هي اللي بتدينا السمار المجاوز ده هو انقسام غير تام لان لازم الانقسام ياخد مراحله او شكله اشكاله بشكل متدرج اللي هي الانقسام الميوزي والميتوزي اللي احنا عارفينها فبالتالي ينتج عند السمار تمت الانقسام عشان ما يظهرش عند الانقسام السمار المجاوز طيب سؤال برضو هل هذه السمار تؤكل مفيش منها مشاكل قيمتها الغذائية هي هل الموضوع عيب يانقسام بس ولا يعني كان فيه ناس كده تقول لك البلاش السمارتين اللازمين فبعد ده عيب خلقي ده مش عارف ايه دي ممكن تكون خطر ده ممكن تجيب لنا امراض هل اكلها عادي مفيش يعني منه اي مشاكل هي عادي مفيش منها اي مشكلة بس احنا كمستهلكين دايما عيننا واخده على شكل معين على الشكل السليم لما بيحصل اي تغير في الشكل بنبتدي نقلق ويمكن دي لو فكر حضرتك كلمنا فيها في العين الناس كلها كانت تعرف الصنف البناتي لما طلع لهم الاصناف التانية زي السوبرير اللي هو الحبة بتاعته كبيرة شوية الناس قلت وقاله ده واخد هرمونات صحيح لا هو صنف هو صنف مش واخد هرمونات ولا حاجة بس من مواصفات الصنف الحبة كبيرة المزاق بتاعها سكره عالي شوية او اقل شوية كده فكل صنف بيبقى ليه مواصفات معين يعني اذا ظاهرة المجاوز دي في السمار دي مش حاجة لها علاقة بالهرمونات ولا بتجيب سلطانات ولا اي حاجة دي سمار تققل عادي مفيش مشاكل بس هي المشكلة في النقسام يعني زي الطفل التوقم كده بالزبط زي الطفل التوقم يعني برضو مجموعة معلومات كويسة جدا عن الموز انا عايز برضو اسأل عاديك عن حاجة مهمة جدا ليه الموز بتاعنا يعني ما بيتصدرش هل ده لان احنا محتاجين كل الموز بتاعنا في الاستهلاك المحلي ولا لان مواصفاتنا اقل من مواصفات بر يعني ده ما بلاقي دولة زي الارجنتين برازيل دول دي الدول اللي استوائي عموما كمان بتدي بتصدر موز بمغراء الدنيا والموز بتاعهم بيوصل لنا هنا طيب ليه احنا ما نقدرش نخش سوق التصدير لا مين قال كده احنا داخلين والله الحمد يعني وبصدر كميات كويسة وانتاجنا كبير جدا ما شاء الله وبعدين هي بس بيبقى في بعض الخطوات لو احنا تبعناها صح كمياتنا وصدراتنا تبقى اكبر بكتير يعني لو تكلمنا على المادة اللي بنية اللي انا بقول لحضرتك عليها احنا ليه بعد عملية القطعنا بنزل في احواض مية وبعدين بطلع من المية هخش على احواض فيها مطاهرات المادة اللي بنية اللي نزلة من منطقة القطع دي لو لمست الاصابع هتبتدي تعمل عندي حروق وسودات في الصبع نفسه بالتالي هيرفض تسوقيا فانا اخد بالي ان انا هنزل على المية دي مهم جدا المية دي تتغير كل فترة لان نقل السمار من المزرعة ونزلها في الحوض وبعدين نقلها على حوض التقطير في الحوض ده نزل حمل مايكروبي لما كل شوية هحط فيها سمار هحط فيها سمار فالحمل الميكروبي ده هيزيد صحيح فطبيعي لازم اغير المية دي لما بنقل بعد كده على احواض فيها مواد مطهرة انا بحمي منطقة القطع دي برضو من ان هي تصاب بالاعفان وان ان ينتقل بعض الاحمال الميكروبية دي للسمار الاخرى عشان معلش من نسبة الفقد بتاعي برضو مهم ان لما باجي اعب السمار جوه القراتين هو بيصدر في قراتين القراتين دي لازم تبع مبطنة بكياس من البوليسلين المسقب عشان احمي السمار وعمل لها عملية تدفئة القراتين دي بيبقى فيها فتحات التهوية لما باجي يعني انقل القراتين دي بعد كده لازم عملها في شكل بالتات على اساس تنقل كبالتة كوحدة واحدة مهم او ان البالتة دي بقى فيها زوايا جانبية عشان عملية الربط ما تصبش السمار وما تقصرش عليها وما تقصرش على القراتين نفسها العبوة نفسها لازم تبقى قوية تتحمل ما ينفعش استخدم كارتون ضعيف انا لعندي كارتونة تحت هحط عليها عشر كاراتين دي انا بعمل بالتة طولها مثلا عشرين متر طبيعي اللي تحت لو الكارتونة جوانبها غير قوية وما تتحملش هلاقي اللي تحت دي بالضبط هتتأذي مني فلازم العبوة نفسها تبقى قوية وتتحمل دكتورة زينب ألعزي أشكر حديث جدا على ذلك التبسيط للمعلومة زي ما تعودنا يعني دايما معاك أشكرك جدا على هذه المعلومات القيمة لها علاقة بمحصول استراتيجية زي محصول الموز شكرا لا عفوا ربنا يخليه كافة أعزائي المشاهدين دي كانت فقرتنا عن الموز هنتكلم عن موضوع مهم جدا بعد كده موضوع الذرة الرفيعة مع زملتي العزيزة إسراء لكن بعد الفاصل قصير تابعونا ترجمة نانسي قنقر